مشاهدين رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل كشف دكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تضرب مختلف المحافظات حتى يوم الأربعاء ونشاط للرياح يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة التقص ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر حول التغيرات المناخية اللي بنشوفها دلوقتي وبنشهدها في مصر وكمان العالم كله بيشهد العديد من التغيرات المناخية في العديد من الأماكن هيشرفنا النهاردة في الاستوديو دكتور علي قطب خبير بالهيئة العامة للأرصاد الجوية سواق الخير دكتور علي بنوارنا في نهارك طيب صباح المور أهلا بي أهلا بحضرتك طبعاً يعني احنا مبسوطين لنا حضرتك معنا النهاردة عشان توضح لنا الحالة يعني البرد الفضيع اللي مشوفناهش من سنين طويلة وموجود في مصروس وقريت كمان خبر مبارح من الأرصاد ان احنا لسه يعني فيه كتر قوائية جاية يعني احنا لسه مشوفناهش برد يعني لسه فيه برد أكتر لا أولاً احنا لازم نوضح للسادة المشاهدين ان الموجات دي عبارة عن مجموعة من العناصر عنصر رياح عنصر حرارة عنصر رطوبة عنصر أتربة مطر زواهر جوية مختلفة احنا في الشتاء نص الكرة الشمالي زروة الشتاء بتبقى شهر يناير وفبراير اللي هو طوبة اللي هو بنقول عليه طوبة بالمعنى العام يعني طوبة ده لان اقل متوسطات حرارة بتسجل خلال هذا الشهر اعنف الظواهر جوية بتسجل في خلال هذا الشهر متكررة في العالم كله لا في نص الكرة الشمالي نص الكرة الشمالي لان نص الكرة الجنوبية هناك في استراليا ده صيف لما يبقى نص الكرة الشمالي شتاء يبقى عندهم هما صيف لما يبقى عندنا خريف يبقى عندهم هما ربيع وبالتالي الموجة دي اللي احنا بنعيشها بتتكرر خلال هذا الفصل هو الشتاء في بعض الحالات الهوى والعفار هو العنيف وتقل معه كميات الأمطار في بعض الحالات الهوى والتراب بيقل لكن أمطار متوصلة والاتنين فيه يعني شيء من العكس مع بعضهم بس احنا مش متعودين على يعني برد والتراب مع بعض لا المهو البرد ليه هو درجة حرارة العظمة اللي سجلت بالأمس مثلا على سبيل المسأل كانت 15 درجة معوية لو ما فيش هوا وكاد فيه نسبة رتوبة عالية كنت تحس ان 15 معقولة لكن هوا شديد جدا سرعات رياح عالية جدا بتدينا احساس بالبرد رتوبة نسبية منخفضة لانه جاي من صحرة يول هوا بارد جدا جاي من مناطق جنوب اوروبا وبيمر على الصحرة الغربية عندنا فجاي هوا جاف بارد جدا ده اللي بيزود احساسنا بالبرد عشان كده احساسنا ما كانش 15 ده احساسنا كانت 12 او 10 او 7 كمان يعني بالضبط كده لسرعة الهوا عالية ما تلاقي سرعة الهوا تصل لأكتر من 50 كم في الساعة في بعض الحالات أثناء النهار لا ده شيء طبعا بيبقى اوفر بالنسبة للنشاط الرياح اما نقول متوسط سرعة الرياح مثلا 15 كيلو 20 كيلو في الساعة سرعتها ده بيبقى يدينا اعتدال ولذلك هي المشكلة في سرعة الرياح العالية جدا طيب النهاردة سرعات الرياح بنفس مبارح لأقل سنة بس في نفس الوقت الرطوبة هي اللي زادت فاحساسنا بالرطوبة ادانا شيء من التفاؤل لكن لا هو بتيجي وتحصل طبقات الجو العليا فوق مليانة كتل هوائية شديدة البرودة لو ما تطلع الشمس واحنا بنقول على الشمس الكذابة شوية او الخادعة الناس بتتخيل الله جو كويس ده الارصاد الجوية لا 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 ده ما فيش كلام ده تطلع ساعة واحدة بس تمشي لكن هي ساعة واحدة تلاقي السحاب تكون وتكون السحاب ده بدوره بيقدي الى تكاثر السحب لان الهوى دفي شوية على سطح الارض وبارد فوق الهوى البارد تقيل عاوز ينزل وهوى السخن دافع عاوز يطلع التقلبات الجوية دي بتأدي لتكون السحب وتأدي للمطر المطر ده هيكون موجود النهاردة في السوحل الشمالية مناطق من القاهرة أمطار خفيفة لكن سرعات الرياح مازالت عالية بس مش بأتربة تعاود الأتربة ظهورها مرة تانية بكرة ليه؟ الهوى بدل ما كان شمالي النهاردة غربي لا بكرة هيبقى جنوب غربي مصادر الهوى بتاعته جاية منين؟ لما تكون جاية من السعودية غير لما تكون جاية من أوروبا جل ما تكون جاية من سايبيريا سايبيريا دي أبرد مناطق في العالم يعني هين برحكي نتجاية منين؟ الهوى جاي عن طريق سايبيريا ثم شرق المتوسط ثم داخل على حضر المتوسط البحر المتوسط عندنا ويأثر علينا عشان كده مناطق بلاد الشام أبرد مننا بكتير بيظهر جليد كمان عندهم بالظبط ليه؟ لأن درجة الحرارة مخافضة جدا فلو عندنا 15 تبقى عندهم 12 تبقى في تركيا 8 و 9 لأنه لحد ما بتوصل عندنا بتكون بردت أماكن كتير وبتوصل لنا بدرجة الحرارة معقولة ليه لأن هي درجة سطوع الشمس مع خط العرض ليه بيفرق بمعنى إيه؟ يعني المناطق اللي في أسوان عندنا أسخن شوية من القاهرة والمناطق اللي في القاهرة أسخن من الأسكندرية والبحر المتوسط وكذا فكل ما بنطلع فوق في خط عرض فوق بنلاقي درجة الحرارة بتبقى مخافض لأن كمية الإشاعر الشمس بتبقى أقل في فترات السطوع بتاعتها طيب بكرة بقى الرياح جاي منين؟ بكرة هواء جنوبي غربي ولكن مصدره الأساسي إيه؟ مش جاي من الصحراء ده هو جاي بالنسبة لجمهورية مصر العربية ككتلة هوائية وده يجب أن احنا نوضح يعني إيه كتلة هوائية؟ الكتلة الهوائية دي ما قدش أقول على كتلة هوائية على منطقة زي القاهرة؟ لا كتلة هوائية دي منطقة بتغطي منطقة تصل إلى آلاف الكيلومترات زي سيبيريا زي أوروبا زي مثلا صحراء الأفريقية فإحنا مصادره هو بتاعتي ما زالت جاية من سيبيريا ولكن منخفضات جوية بتتكون ده مشي في بكرة منخفض تاني سكندري بيحصل إيه؟ سنوي يعني بيحصل إيه منخفض ده؟ بييجي برياح جنوبية غربية ناشطة جدا على مساء بكرة مساء تبدأ الرياح دي تهدى شوية مع فترات الليل ثم يعقوبها المطر يوم الأربع فهي موجات متلاحقة من البرودة ثم تكاثر صحب ثم هطول أمطار على فكرة إحنا مش في مصر بس إحنا أرحم من غيرنا كتير يعني بلاد الشام عموما وشمال المملكة العربية السعودية في تبقوب متأثرة ببرودة أكثر من ما إحنا فيه دلوقت بنزمننا يعني طيب المناخ بقى حقيقي إحنا كلنا بنتكلم بنقول لا المناخ ما كانش كده فيه تغير في المناخ هل كلمة علمية فعلا أن فيه تغير في المناخ وهل المناخ فعلا تغير؟ يعني إيه تغير في المناخ لازم نوضحها برد تغير في المناخ لما نقول تغير في ظاهرة جوية معينة هو تغير عن المتوسط بتاعها هل متوسطات درجات الحرارة حدث فيها تغير؟ في بعض الأحيان كجلوب العالم أه حدث تغير لكن التغير ده هل بيبقى في المصر زي السعودية زي أوروبا لا مختلف لأن الكينيت كينجا أو الطاقة الموجودة متتوزع بتزيد في منطقة بتقل في منطقة تانية وبالتالي إحنا فيه تغير في المناخ مظاهر التغير في المناخ هنلاقي أن فيه نسب تلوث عالي هنلاقي أن زيادة نسبة ثاني أكسيدي الكربون هنلاقي أن فيه عنف في الظواهر الجوية ولكن هل درجات الحرارة أقل مما كانت عليه؟ لا لأن فيه سنين سجلت فيها درجات حرارة عظمة خلال شهر يناير عشر درجات مقوية أنا لغاية دلوقتي أقل درجة حرارة في الشتاء هذا العام كانت اتناشر درجة مقوية يعني موصلتش لعشر درجة مقوية فيه تغير في المناخ آه تغير نسبي تغير إحنا ما نحسهوش بيتحس على مدار سنين طويلة لأن أقل دورة لدراسة المناخ خمسة وتلاتين سنة طب مين هيتابع مننا جسمانياً وعقلياً وإحساساً خمسة وتلاتين سنة في الجو لا ده دي دراسات وبحوث بتتم أن على مستوى العالم على مستوى المحر المتوسط حدث ارتفاع في منسوب المياه قليل جداً سنتيمترات قليلة لكن على المدى البعيد ممكن تزداد وده اللي الناس متخوفة منه في المؤتمرات اللي بتعقد بالنسبة للمناخ بمعنى ليه تغير المناخ بيؤثر بالسلب على الماء أكتر يعني على البحار وعلى المحيطات ليه بيؤثر عليها بشكل كبير أولاً تغير المناخ ممكن يؤثر على كل حاجة مش المياه بس بيؤثر على الصحة العامة لما نلاقي إن فيه تغير في المناخ في زيادة نسبة سانيوكسيد الكربون يعني فيه تلوث التلوث ده يؤثر على الصحة العامة لما نلاقي إن فيه تغير في منسوب المياه بعض الأراضي الزراعية هتغرق لما نلاقي إن فيه تغير في المناخ في مثلاً ظاهرة جوية زي السيول اللي بتحصل بتلوغرق بلاد لما نلاقي إن فيه تغير في المناخ في ارتفاع درجة حرارة الأرض الصوبات الزراعية يبقى بعض النباتات هيبقى تنضج وبعض النباتات مش هتنضج لأن كل نبات من النباتات ليه درجات حرارة معينة متوسطة لما نيجي إن برد زي الحصة الإنبارح ده تأثيره على النباتات ضر جداً ليه فيه بعض النباتات مش محتاجة هذه السرعات العالية من الرياح بيبنوتها بيحرقها لما نيجي بالليل لأن فيه درجات حرارة منخفضة أقل من 6 درجات فبتكون ساقيع إيه الساقيع ده كلمة بنقولها ده يا رجل يا ده جاو فيه ساقيع ده الساقيع دي ظاهرة جوية عبارة عن بلورات سلجية بتتكون فوق المزرعات فبتحرق الزرع يعني بيكون عندنا ساقيع حقيقي أيها طبعاً يعني فوق بس بييجي على النباتات بس بييجي على النباتات إحنا ما نحسهوش نحسه ببرد أوي 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 لكن النباتات ايه تتحرق عشان كده بنوصي دايماً السادة الزراع ومهندسين الزراعيين يوصي الفلاحين أول ما درجة حرقة تنزل عن ست درجات مقوية غطي الزرع بقش الرز عشان يحميه عشان الانتاجية الدنيا زي موجودة لأن العوامل الجوية دي تأثيرها على كل شيء في الحياة تأثيرها على الحالة المزاجية يعني أنت مزاجك في الشتاء غير مزاجك في الصيف غير في الربيع الجو البارد ده بعض الناس تقول ده حل لكن الكثير من الناس يقولك ده كآبة بيدي كآبة جو المطر ده المش المطر الغيوم ده والشمس مطلع ده كآبة تعالي في الصيف درجة حرارة طول النهار مرتفعة وما فيش سحب ومش منخفض الحرارة تديني انفعلات وتشحمات حتى تلاقي اللي يراكب سيارة في الشتاء وحصل حتى خلل مع السيارة اللي جنبه في الشتاء هو قف الإزازه خلينا سكتين تعالي في الصيف يفتح الإزاز وملزة وطاب فده شيء طبيعي يعني الصيف بيدينا إحساس بحيوية أكتر بطاقة الشمس دي بتدينا طاقة عدم موجود الشمس بتقل الطاقة عشان كده وحنا بنبرد ليه عشان ما فيش طاقة ولذلك احنا ممكن ناكل وطبعا بتغذية عارفين هذا الكلام ناكل في الشتاء أكتر من الصيف لأن الجسم يحتاج طاقة عشان يخرج عشان يتحرك عشان يبدأ يعيش الحياة يقاوم البرد ده على الأقل لكن لو احنا ما كناش بقى وعملنا ريجيم كده وعشان نخص يعني ما عنا هنتعب يبقى التوازن ده لابد هنبرد مش هنه لا ما يعني ده المطلوب وده مطلوب ولكن النسب هي اللي بتختلف النسب الطاقة في الشتاء لا محتاجين طاقة حتى المشروبات محتاجة المشروبات ده فئة ما ينفعش نيجي مثلا احنا في الصيف وناخد ودات طبعا مش تخصصنا لكن هي الحياة مش هنقدر نشرب المشروبات اللي بنشروبات بالضبط كده لكن في الصيف بيختلف الطاقة موجودة موطاقة دي نتيجة اشعاع شمسي نتيجة مكيفات اللي بتحدث الكونديشن اللي موجود في البيت نتيجة الحركة الدائمة للسيارات نتيجة ارتفاع نسبة ساني اكسيد الكربون لكن مثلا الاستيديو ده عدد الافراد اللي فيه النهاردة احنا تلاتة موجودين او اربعة في الاستيديو نسب ساني اكسيد الكربون اللي خارجة من هنا قليلة فما نحسش بالدفع تعالف نفس الاستيديو ده ولو جبنا كاست كله وكل الفنيين وكل الناس وقعدنا خمسين واحد هنحس بدفع ليه نسب ساني اكسيد اللي طالع بتبقى اكتر وبالتالي النسب الاكسوجين بتقل فبيدي تدفئة هو اللي بيدي تدفئة لانه بيحتفظ ساني اكسيد الكربون بيحتفظ بالحرارة وده بالنسبة للمناخ خطورة ساني اكسيد الكربون زيادته لكن عدم وجوده لا طبعا ضروري وجود ساني اكسيد الكربون ولكن النسبة هي اللي تختلف لو زادت نسبة ساني اكسيد الكربون يبقى فيه تلاوس يبقى فيه انحصار لدرجة الحرارة اللي بنسميه الاحتباس الحراري فالاحتباس الحراري نتيجة ايه زيادة نسب الغازات الدفيقة اللي بتزود نسب ساني اكسيد الكربون ولذلك لابد ان تتوأم كل دول العالم مع هذة النسب دي نحافظ على النسب دي احنا في المتوسط يبقى خلاص لا إحنا أزيد من المتواصل لا نحاول نستخدم عوامل بيئية تقلل من هذه النسب زي مثلا استخدام الطاقة النظيفة الطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة طاقة الرياح إحنا نجد نستفاد من مكان الجغرافي اللي إحنا بنعيشه إحنا متوسط مكان الجغرافي بتاعنا مكان مميز جدا في العالم فيه نسب إشعاع شمسي متوفرة فممكن نستخدم الطاقة الشمسية بتدينا طاقة كهربائية وبتدينا طاقة حرارية ممكن نستخدم الرياح في مناطق معينة زي الغرداءة زي شرم الشير زي سفاجة المناطق دي فيها سرعات ريح عالية معظم السنة مش يوم ولا تنين ده معظم السنة فبنستخدمها طاقة الرياح علشان نطلع منها طاقة كهربائية ممكن المية بنطلع منها طاقة كهربائية وهكذا مصادر متعددة للحصول على الطاقة من العوامل الجوية فلازم إحنا نستغل هذه العوامل الجوية تبقى لصالحنا ونحاول بقدر الإمكان وإحنا بس إحنا على فكرة بالنسبة للعالم مش النسب اللي إحنا بنتطلعها في التلوث عالية ده أفريقيا كلها نسبتها أربعة في المية من التلوث العالمي ده ما نجي للتلوث العالمي هنلاقي إن نسب التلوث العالمي في أمريكا والصين أعلى نسب تتجوز العشرين في المية فدول زي هذه الدول نسبة التلوث فيها بتغير في المناخ وبالتالي المناخ لابد أن المؤتمرات اللي بتعقد يكون لها صياغة تنفيذية على مثل هذه الدول حتى نعيش في أمان ونعيش في جو نظيف ونعيش في سلام دائم ليه لأنه هو السلام مش إنه ما فيش حروب ما هو ممكن إنه إحنا نعيش يعني إحنا نفسينا السلام بالظبط بالظبط كده طيب إحنا ليه حاسين بالتغير في المناخدة أكتر في الشتاء أكتر من الصيف يعني ليه في الصيف ما بنشتكيش أو إحنا ممكن نشتكي في الصيف لو أماكن مزدحمة بس درجة الحرارة فعلا في الصيف بس درجة الحرارة بالظبط كده بتبقى مقبولة لإحنا متعودين على مناطق جونا جو حار لكن تعالف الشتاء اللي هي بقى بنحس بها أكتر أولا لإن إحنا الغرب بتاعنا فيه صحراء وبالتالي الهوى في المناطق المفتوحة بيبقى قوي جدا وبتحرك بسرعة عالية جدا وبجيب كمية من الأتربة علشان كده المفروض إن إحنا نستغل هذه الصحراء بالمزرعات يعني إيه نزحة إيه أشجار الأشجار دي بتقلل من نسب كمية التراب تصد الأتربة شوي مصدات للتراب وفي نفس الوقت بتنق الجو ودي محتاجة إن إحنا نتكاتف مش حكومة بس لكن كأفراد لو كل واحد قدام بيته بيعمل نظافة وبيعمل زرع هيستفيد هيستفيد بيقلل كمية الأتربة اللي موجودة ولذلك إحنا في الدلتة عموما والوجه البحري كمية الأتربة غير كمية الأتربة لو طلعنا على الطرق الصحراوية كان طريق مصرس كندرية الصحراوي أو مصرس معالية الصحراوي أو في مناطق سيناء لكمية الأتربة هناك كتير فأي سرعات هاوة عالية بتاخد معاها كمية الأتربة وتجلبها لنا في المدن هنا لكن لو في مصادات هوا مش هيحصل لو في مصادات هوا مش هيحصل هذا الكلام بنفس القط هيقلل كبير وبالتالي هيقلل من نسب التلوث وبالتالي هيقلل من نسب أن إحنا نمرض بأمراض حساسية أو أمراض اللي هي نتيجة لهذا التلوث فكل ما يكون فيه هناك زراعات نباتات زراعية كل ما يكون الاستصلاح لأراضي زراعية واتجاهات الدولة تبقى هذا الاتجاه ده يبقى شيء جميل جدا 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 وفي نفس الوقت يدخلنا في مواقع تانية أخرى مواقع تانية أخرى إيه يعني زي أوروبا هو أوروبا نسب الأتربة عندها قولة إيه لا ليه عشان عندها نسبة أمطار كتيرة وما فيش جبال قوي لكن احنا عندنا عشان الصحراء الأفريقية وده موقعنا الجغرافي لكن في نفس الوقت احنا ممكن نتوائم مع هذه الأجواء ان احنا نعمل زراعات ان احنا مصادات بالنسبة للأمواج العالية في البحر برضو عشان لو فيه ارتفاعات للأمواج والصيادين اللي هم بيدرقوا في هذه الأماكن والمراكب الزغيرة يبقى فيه مصادات هوائية موجودة في البحار نتيجة في البحر على الشاطئ يعني عموما طيب احنا عايزين بقى نعرف حاجة متخصصة شوي ازاي بيتم التنبؤ والتوقع بحالة التقس ودرجات الحرارة مثلا لمدة اسبوع طيب انا عشان نتوقع بالتقس لازم يكون عندي بيانات يبقى اول حاجة بنرصد البيانات الواقعية ايه البيانات الواقعية ايه درجة الحرارة الهواء الجاف الهواء المبللة عن نسبة الرطوبة في نفس الوقت سرعات الرياح كلها بندرس الكتل الهوائية الكرة الارضية الهواء بيتحرك فيها في نصر الكرة الشمالية من الغرب للشر فانا بدرس هواء بتاع منطقة مثلا غرب اوروبا كلها وشوف اتجاهات الرياح اللي موجودة فيه ايه مش على سطح الارض ده في طبقات الجو العليا في ما يسمى بالطيارات الهوائية النفاسة جيت ستريم دي طيارات سرعاتها عالية جدا 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 بتجلب الهواء وفي نفس الوقت بنرسد سرعات الرياح دي واتجاهاتها والكتل الهوائية المصاحبة ليها علي منها بيبقى هوا بارد على شمالها بيبقى هوا سخن والعكس علي منها بيبقى هوا بارد سخنة أصدر عفوا في اتجاهات حركتها وعلى شمالها بيبقى هوا بارد فبندرس كل الكلام ده يدخل هذا الكلام في كمبيوتر عمالية حسابية بسيطة جدا في برنامج معين بنقوله طب الكتلة الهوائية دي بعد 24 ساعة هتوصل فين هتجيني بنفس القدر وبنفس القوة وبنفس العناصر بتاعتها ولا هتقل العناصر ممكن يديني عنصر زي الرياح يقوله الرياح هتزيد بس الرطوب هتقل الحرارة هترتفع لأنها جاية منين هتمر على صحارة تانية لكن لو جات مباشرة من سيبيريا هتبقى دارك الحرارة قال وكل كده بيدخل في برنامج وقلوا يديني بقى التوقع لكل هذه العناصر بعد 24 ساعة طب 48 ساعة طب 72 ساعة طب 96 طب لغاية 10 تيات قابل أنه يتغير قابل إزاي أنتواقعين مثلا النهاردة سرعة الرياح تبقى 20 عقدة طب النهاردة حطينا على أساسنا 20 عقدة يبقى بقرة هتديني مثلا 25 عقدة أنه فيه اتجاهات هتزيد الرياح طب لو جات 18 25 هتنزل ل23 وكذا ولذلك يفضل في إعطاء التنبؤات أنها تكون لفترة قصيرة لا تتجاوز أربع أيام ممكن عشر أيام ممكن عشر أيام بس وارد لتكون غير دقيقة لا مش غير دقيقة النسب نسب نسب الدقة بتاعتها لو قلنا في الأربعة تيام الأولين تنسبتها مثلا 100% أو 95% يبقى الأربعة تيام اللي هتليهم ممكن تبقى 80% وممكن تبقى 100% لو ما فيش أي متغيرات حسب اللي بيحصل حسب اللي بيحصل لو ما فيش أي متغيرات صعبة قوي ليه دا لها يتقدم ولا دا لها يتقدم فالكمبيوتر بندله المعلومات بيدينا البيانات زي الأشياء حضره دي كما بنروح ده مريض لدكتور بقوله الحتة دي بتوجعني طب بيعمل إيه عمل لي أشياء عليها طب الحتة دي فيه احتمالات إيه فيها ممكن يبقى كلا فيها ممكن يبقى قل فيها ممكن إسنى عشر فيها 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 أنهي اللي فيها أقوى أنهي اللي فيها قل فبنقدر نتوقع بهذا الكلام ونطلعه للإعلام والإعلام والأرصاد الجوية وجهتين لعملة واحدة لو لا لم تصدر بيانات الإعلام بتاعة الأرصاد الجوية الناس كلها مش هتعرف هذا بالضبط كده وده مفيد طبعا لنا يعني عشان ناخد بالنا وناخد حضارنا يعني لأي حد نازل وعلى ذلك أنا بشكر الإعلام أنه هو متابع شكري لجميع الإعلاميين والعملين سواء على الهوى أو خلف الكاميرات على أساس أنه ده فعلا بيظهر ما نتوقعه أكيد دكتور علي قطب خبير بالهيئة العامة للأرصاد الجوية شارفتنا طبعا وأكيد حقيق قفتنا النهاردة بالعديد من المعلومات كنا محتاجين فعلا نحن نعرف شكرا جزيلا نحضر مشاهدينا دلوقتي نشوف مع بعض تقرير كاميرا برنامج تابعة فعاليات منتقى التوظيف الإلكتروني واللي حرص على حضوره وزير القوى العاملة دكتور محمد سعفان وتم تقديم 9200 فرصة عمل مختلفة للشابات تعالوا مع بعض نشوف التقرير ونرجع مع بعض نكمل باقي فقراتنا ركتا شكرا جزيلا شكرا جزيلا